في اليمن قتل عشرات الأشخاص وأصيب ما يقارب المئة في تفجير انتحاري استهدف مغرا تابعا لقوات الرئيس عبد الرب منصور هادي في مدينة عدن وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي يأتي ضمن سلسلة من التفجيرات التي تشهدها مدينة عدن منذ منتصف العام الماضي في واحدة من أقوى الهجمات التي تعرضت لها القوات الموالية للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي في مدينة عدن الجنوبية قتل ما يزيد على سبعين شخصا وأصيب عشرات آخرون في تفجير انتحاري استهدف مركزا للتجنيد في المدينة وأكدت وسائل أعلام أن التفجير الذي تبناه تنظيم داعش نفذ بسيارة مفخخة كان يقودها انتحاري واستهدف تجمعا لمتطوعين ينتظرون الانضمام إلى الجيش كانوا في مدرسة تستخدم كمركز تجنيد في شمال المدينة الساحلية وقالت مصادر طبية أن عدد القتلى بلغ 71 شخصا على الأقل في حين أصيب 98 شخصا آخرون إصابات العديد منه خطيرة جدا وقال شهود عيان أن غالبية المجندين تواجدوا في الباحة الداخلية للمدرسة عندما تمكن الانتحاري من التسلل بسيارته خلف شاحنة صغيرة مخصصة للتموين داخلت حرم المدرسة وأدت تفجير لانهيار سقف إحدى قرف المدرسة حيث كان عدد من المجندين كما تسبب الانفجار باحتراق عدد من السيارات القريبة من موقع الحادث وشهدت عدن تفجيرات ووضعا مضطربا منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة عليها وعلى أربع محاوظات جنوبية أخرى في صيف 2015 واستهدفت الهجمات بمعظمها رموز السلطة كقوات الأمن ومسؤولين إضافة إلى المجندين الراغبين في الانضمام إلى القوات الحكومية واتبنى تنظيم القاعدة وتنظيم داعش عددا من هذه الهجمات